حقق الجواد بليك ملك عبدالله فوز ناس كأس شركة ألمنيوم البحرين ألبا لشوط الثامن الرئيسي في السباق الرابع عشر للخيل لهذا الموسم السباق نظمه نادي راشد الفروسية وسباق الخيل هذا اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهة الرعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وذلك على مضمار نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفاب الاسخير وقام سيد خالد رميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا بتتويج الفائزين بكؤوس شركة ألبا حيث قدم كأس الشوط الثامن الرئيسي إلى المالك الفائز عبدالله فوز ناس كما قدم كأس الشوط الثاني إلى المالك الفائز إبراهيم راشد وكأس الشوط الثالث إلى المدمر الفائز حيدر إبراهيم وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز هادي إبراهيم العفو وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز حسين إبراهيم العفو كما قدم كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز إبراهيم العفو ثم قدم خالد الرميحي كأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى الخليفة فيما قدم السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا كأس الشوط الأول إلى الشيخ دعيش بن سلمان بن مبارك الخليفة هذا وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط